بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد نرحب بكم مجددا في درس جديد لمقرر القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف الأول المتوسط اليوم بإذن الله سنكون سويا في الوحدة الثانية الصبر والشكر الدرس الرابع أحب الأعمال إلى الله في قسم الحديث في البداية كما تعودنا نأتي إلى الدرس السابق ونراجع هذا الدرس حتى نثبت ما تعلمنا خلال الدرس السابق نأتي إلى السؤال الأول كيف تشكر الله عز وجل على النعم الآتية لدينا الآن نعم نريد أن نتعرف على كيفية شكر هذه النعم النعمة الأولى نعمة البصر نعمة الثانية نعمة السم النعمة الثالثة نعمة اليد النعمة الرابعة والأخيرة نعمة الرجل هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا كيف نؤدي شكرها من يستطيع الإجابة تعلمناها في الدرس السابق كيف نؤدي شكر هذه النعم كيف نؤدي شكر الله عز وجل على النعم الآتية البصر السمع اليد الرجل أحسنتم أولا البصر فكيف أدي شكر هذه النعمة أن أحفظه عن النظر المحرم وأستعمله في ما يرضي الله عز وجل كالتفكر كقراءة القرآن كالتأمل في مخلوقات الله هذا هو ما يتعلق بشكر نعمة البصر نأتي إلى النعمة الأخرى السمع أن أحفظه هذا السمع من أن أسمع الحرام وأن أستعمله فيما يرضي الله عز وجل كسماع القرآن كذلك سماع الدروس العلمية هذا يدخل كذلك في شكر الله عز وجل على هذه النعمة أيضا نعمة اليد أن أحفظ هذه اليد عما حرم الله عز وجل وأستعملها فيما يرضي الله عز وجل مثال ذلك كالصدقة هذا من شكر هذه النعمة أيضا الرجل نقول أن نحفظ هذه الرجل عما حرم الله عز وجل ونستعملها فيما يرضي الله كأن نذهب إلى المدرسة للتعلم كذلك أن نذهب إلى المسجد هذه كلها أداء لشكر الله عز وجل على هذه النعمة بعد ذلك السؤال الطعام من نعم الله علينا فما واجبنا تجاه هذه النعمة ما الواجب علينا تجاه هذه النعمة نعمة الطعام ماذا نفعل؟ أحسنتم نقول أولا حفظ هذه النعمة كذلك نقول احترام احترام هذه النعمة وشكر الله عز وجل عليها وأيضا عدم الإسراف فيها فنأخذ ما يكفي ما يكفينا كما أخبرنا أخبرنا بذلك في الدرس السابق السؤال الذي يليه أذكر ثلاثة آداب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم طريقة هدي في الطعام حينما يريد أن يأكل الطعام أو أن يشرب فمن يستطع منكم أن يذكر من تلك الطريقة أو من تلك الآداب ثلاثة آداب وردت عنه صلى الله عليه وسلم ثلاثة آداب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام تذكروا ما الذي قلنا به في الدرس السابق أحسنتم نقول التسمية قبله الأكل أو الشرب كذلك الأكل مما يلي الشخص أن يأكل الإنسان مما يليه كذلك حمد الله عز وجل بعد الفراغ من الأكل أو الشرب أن تحمد الله عز وجل على أن أعطاك هذه النعمة نعمة الطعام بعد ذلك نأتي إلى السؤال الرابع ما المفسدات المترتبة على عيب الطعام لو جاء إنسان وعاب في الطعام نقول هناك مفسدات لهذا التصرف ما هي الأثار ما هي المفسدات في ذلك أحسنتم نقول أول تلك المفاسد أنها إهانة للنعمة أنها إهانة للنعمة كذلك عدم شكر الله عز وجل على هذه النعمة فغيرك يتمنى نصف هذه النعمة أو ربع هذه النعمة أيضا نقول إذا لمن صنع الطعام فقد تعب في جلبه وفي إعداده فأنت تؤذيه بهذا الكلام في هذا الدرس بإذن الله سننطلق سويا سنبين معاني الكلمات الغريبة والتي قد تشكل على البعض معرفة معناها كذلك سنتعرف على الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كذلك سنبين الأعمال التي يحبها الله تعالى ففي هذا الدرس بإذن الله هو درس أحب الأعمال إلى الله جل وعلا ننطلق دائما في الحديث بقراءة النص فنريد أن ننظر إلى الحديث ثم بعد ذلك نستمع إلى القراءة سنقرأ هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني أعيد مرة ثاني قراءة هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني ففي هذا الحديث أول ما نبدأ به نبدأ براوي الحديث راوي الحديث من منكم يستطيع أن يقول لي شيئا عن هذا الصحابي الجليل عن نسبه أو عن شيء من أعماله أو شيء من صفاته ماذا تعرفون عن هذا الصحابي؟ عبد الله بن مسعود من يستطيع الإجابة على هذا السؤال؟ ماذا تعرفون عن هذا الصحابي؟ عبد الله بن مسعود إما نسبه أو شيئا من أعماله أو شيئا من صفاته أحسنتم نقول هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الهذلي يكن بأبي عبد الرحمن اشتهر بجمال قراءته للقرآن الكريم قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقراه على قراءة ابن أم عبد أي على قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهذا شيء من سيرة هذا الصحابي الجليل بعد ذلك نأتي إلى الكلمات التي قد تشكل على البعض معرفة معناها فنأتي إلى الكلمة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله أي العمل أحب إلى الله من يستطيع منكم أن يجيب على هذا التساؤل ما معنى هذه العبارة أي العمل أحب إلى الله أي العمل أحب إلى الله أحسنتم نقول أي أي العمل أفضل أي العمل أكثر ثوابا وهذا يبين شدة حرص الصحابي في معرفة هذا العلم حتى يستفيد منه من هذا الحديث ويعمل به بعد ذلك إلى الكلمة والعبارة الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها ما معنى الصلاة على وقتها؟ ما المراد بهذه العبارة؟ أحسنتم نقول أي الصلاة في أول وقتها الصلاة في أول وقتها ما معنى هذا الحديث؟ يخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وهذا إن دل دل على حرص هذا الصحابي ومنازمته للنبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ أي أي الأعمال التي إن عملت بها فهي تقربني إلى الله فهي أكثر ثوابا كذلك أفضل في العمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذه الأعمال وبياني أحب هذه الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها وهذا يبين فضيلة الصلاة وأن يحرص الإنسان أن يصلها في وقتها وأن لا يؤخرها وأن لا يتكاسل عنها لهذا النبي يخبر أن أحب الأعمال أن تؤدي هذه الصلاة التي افترضها الله عز وجل عليك لهذا قال بالأمر الأول الصلاة على وقتها ثم قال بعد ذلك الصحابي من حصه على العلم ثم أي ما هو العمل الذي يأتي بعده في الأفضلية وفي كثرة الثواب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين وهذا يبين أيضا كذلك فضل الوالدين في أن تؤدي شيئا مما بذلاه تجاهك في تربيتك فأنت تؤدي هذا البر وأن تحسن إليهما لهذا قال الله عز وجل وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فأنت تحسن إلى والديك بالكلام تحسن لوالديك بالأخلاق والتصرف تحسن إلى والديك بأن تختار الشيء العمل الذي يحبانه ثم تبادر إلى عمله قبل أن يطلبان هذا العمل منك وهذا من قمة الإحسان لهذين الوالدين العظيمين الذين حرصوا على تربيتك وإصلاحك وتعليمك ثم قال بعد ذلك الصحابي الجليل ثم أي الأعمال تأتي في الدرجة الثالثة في الترتيب في أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وأكثرها ثوابا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله فقال حدثني بهن ولو طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيدني من تلك الأعمال لزادني لكن هذا الصحابي حرص على أن يتعاهد نفسه على تلك الأعمال هذا هو المعنى بشكل عام لهذا الحديث بعد ذلك نأتي إلى ماذا نستفيد من هذا الحديث ما هي الإرشادات التي من الممكن أن نستفيد منها في هذا الحديث من منكم يستطيع أن يقول لي شيئا مما استفاده من هذا الحديث ماذا استفدتم من هذا الحديث أحسنتم أيضا ماذا نستفيد من هذا الحديث أحسنتم نقول من الأعمال الفاضلة ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما هي هذه الأعمال؟ هي ثلاثة أعمال أحرص عليها العمل الأول قال الصلاة على وقتها أي أنك تصليها من غير تأخير لهذه الصلاة ولا تتكاسل في أدائها فالله عز وجل جعل الصلاة على المؤمنين في أوقات محددة والمداوة في ذلك يحتاج إلى صبر فأحيانا في شدة البرد تخرج لأدائها هذه الصلاة وأحيانا في شدة الحر فأنت بذلك تحتاج إلى صبر ومجاهدة لهذا نقول من الفوائد على ذلك أنك حينما تحرص على هذه الصلاة فأنت تنال الأجر الكبير والمثوبة العظيمة فهذه أول الأعمال الصلاة على وقتها بعد ذلك بر الوالدين الذين أحسن لك صغيرا فلهما حق الطاعة والإحسان وقضاء حاجاتهما وبذل المعروف لهما كف كل أذى عنهما أيضا نقول قال الله عز وجل مؤكدا على هذا الحق العظيم آية قرآنية من منكم يستطيع أن يذكر هذه الآية؟ آية قرآنية أزعم أن أغلبكم يحفظ هذه الآية دلت على هذا الحق وقد أكد الله عز وجل على وجوب هذا الحق على الإنسان المسلم ما هي هذه الآية؟ أحسنتم في قوله جل وعلا وقضى ربك أي أوجب الله عز وجل ماذا أوجب؟ ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فقرنا حق الوالدين بحقه وهذا يندل دل على عظم هذا الأمر وأن يحرص الإنسان على إرضاء والديه وبر هذين الوالدين الذين سعي على راحتك وسعي على تربيتك صغيرا آخر تلك الأعمال الجهاد في سبيل الله هو منوط بأمر ولي العهد ولي الأمر وهو خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله لمؤسسات المملكة الأمنية والعسكرية أو من يراه خادم الحرمين الشريفين من دعوته من الدول الشقيقة والصديقة فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله بعد ذلك نأتي إلى سؤال نحتاج فيه إلى نشاط وحركة فالآن نغير من الجلسة ونستعد للإجابة على هذا السؤال بشكل سريع السؤال هو نريد إجابة سريعة لهذا السؤال السؤال قال أبو مسعود الأشعري رضي الله عنه قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا وما نحسب ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت السؤال لماذا ظن أبو موسى رضي الله عنه أن أبن مسعود رضي الله عنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعيد مرة أخرى أبو موسى الأشعري يقول أنه قدم هو وأخيه من اليمن فوجد أبن مسعود وأم أبن مسعود عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يظنان أنه من أهل البيت أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم السؤال لماذا كان أبو موسى يظن ذلك يظن أن أبو ابن مسعود وأم ابن أم مسعود من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ما السبب أحسنتم لأكثرة ملازمة ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم فكان ملازم واندل على ملازمته هذا الحديث السأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال وأفضلها وأكثرها ثواما بعد ذلك نأتي إلى الأمر المهم الذي تعودنا عليه وتعودنا أن نجمع بينه وبين العلم من يستطيع أن يذكر شيئا من التطبيقات السلوكية قبل قليل أخذنا شيئا من المعلومات والفوائد الآن نريد ماذا سنعمل في حياتنا ماذا سنقوم بعد أن تعلمنا هذا العلم ما هي الممارسات من يستطيع أن يذكر مثالا على عمل بإذن الله سينفذه بدءا من اليوم استفاده من الدرس نريد تطبيقات سلوكية أقرأوا الحديث انظروا إلي وتذكروا ما ذكرناه من الفوائد ثم بينوا مثالا على سلوك ستقومون به في حياتكم أحسنتم نقول أول تلك الأعمال التطبيقية التي من اليوم معاهد الله عليها أحافظ على أداء الصلاة في وقتها لا يحتاج أن ننتظر أحد يذكرنا بالصلاة بل نحن من يسعى إلى ذلك ونحن من يذكر بذلك لماذا لأن هذه الصلاة هي أحب الأعمال وأكثر الأعمال ثوابا عند الله عز وجل فلهذا نقول أحافظ على أداء الصلاة في وقتها أيضا من الأثار السلوكي والأعمال أن نقول أحرص على بر والدي وأسعى لإرضائهما وخدمتهما لأن حقهما قرنا بحق الله عز وجل فإن دل دل على كريمي الثواب على هذا الصنع أيضا نقول أحذر من أن أنساق إلى أي دعوة من دعوات الجهاد التي لم يأمر بها ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية يحفظه الله هذه من الأثار التي نستفيدها من هذا الدرس بعد ذلك نأتي إلى أسئلة التقويم حتى نتأكد من وصول هذا الدرس إلينا نبدأ بالسؤال الأول رتب الأعمال الآتية حسب الأفضل إذا طلبت في الوقت نفسه ولماذا؟ لو طلبنا هذه الأعمال في نفس الوقت ما هو العمل المقدم على العمل الآخر؟ هناك عمل يقدم على الآخر يبدأ به ثم يثنى بالآخر الأمر في العبارة الأولى الجلوس في المسجد وقت المغرب لانتظار صلاة العشاء تجلس في المسجد تنتظر صلاة العشاء الثاني إجابة طلب الوالدة في شراء حاجات المنزل إجابة طلب الوالدة في شراء حاجات المنزل السؤال ما هو الذي يبدأ به؟ من منكم يجيب على هذا السؤال من خلال ما؟ فهمنا خلال هذا الدرس ما هو التصرف الذي يقدم على الآخر؟ أحسنتم نقول نبدأ بإجابة طلب الوالدة في شراء حاجات المنزل ثم بعد ذلك نأتي إلى إن أرادنا الجلوس في المسجد وقت المغرب لانتظار الصلاة ما السبب في ذلك؟ لماذا قدمنا ذلك؟ أحسنتم لأن طاعة الوالدين واجبة لهذا ذكرت في الحديث لما ذكر الله عز وجل بعد الصلاة أداء الصلاة ذكر حق الوالدين وهنا لم نقل أداء الصلاة بل قلنا الجلوس لانتظار الصلاة وهذا الجلوس هو يعتبر من المستحبات أن تجلس بانتظار الصلاة يعتبر من المستحبات لهذا يقدم طلب تنفيذ طلب الوالد على أن تمكث في المسجد لانتظار صلاة العشاء السؤال الذي يليه في الحديث دلالة على علو همة الصحابة رضي الله عنهم وضح ذلك كيف أرشدنا هذا الحديث ودلنا على أن الصحابة كانوا حريصين على العلم وكانت أهمتهم عالية كيف عرفنا ذلك؟ أحسنتم من خلال سؤالهم عن أحب الأعمال وأفضلها هذا ابن مسعود لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي أمر آخر إنما سأل النبي عن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وأقربها عند الله عز وجل في الثواب والأجر وهذا يدل على العلو وهمة هؤلاء الصحابة السؤال الذي يليه بما اشتهراء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بما اشتهر هذا الصحابي الجليل أحسنتم اشتهر بحسن صوته عند تلاوة القرآن عند تلاوة القرآن بهذا نكون والله الحمد في نهاية هذا الدرس أولا بينا معاني الكلمات الغريبة والتي قد تشكل على البعض معرفة معناها كذلك تعرفنا على الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كذلك بينا الأعمال التي يحبه الله عز وجل كذلك بإذن الله قد استشعرنا أن هذه الأعمال لا بد أن يحرص عليها الإنسان في حياته حتى يضفر بالأجر الكبير بهذا نكون لله الحمد انتهينا هذا والله أعلم والتقيكم بإذن الله في درس قادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد